موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل النهاردة هنتكلم عن السياحة الشتوية في مصر واهميتها وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام خصوصا وان القطاع السياحي المصري على موعد مع موسم سياحي شتوي جديد مبشر بكل الخير تزامنا مع زيادة معدلات الحركة السياحية من مختلف الجنسيات بكافة دول العالم خاصة على مدن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وقد أعلنت كمان وزارة السياحة والأثار عن استعداداتها المكسفة للموسم السياحي الشتوي والمرتقب الذي وصفوا بعض خبراء السياحة بالمختلف نظرا لأزمة الطاقة اللي بتضرب أوروبا طبعا حاليا تحت وطقة الحرب الروسية الأوكرانية تفاصيل كتير قوي هنعرفها عن موسم السياحة الشتوية وأهم الأماكن السياحية في مصر من ضفنة اللي منوارنا النهاردة في الستوديو الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي صباح الورد يا أستاذ محمد صباح يا فهي في البداية عايزين نتكلم عن السياحة الشتوية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام فين الأماكن السياحة الشتوية في مصر؟ هو طبعا أشهر مكانين موجودين في السياحة الشتوية هو الأسر وأسوان نظرا لجو الخلاب بتاحهم في وقت الشتاء الفترة اللي فاتت الحمد لله الحجوزات زادت للموسم الشتوي القادم إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله هيكون الموسم ده مختلف عن الأعوام السابقة بنسب كبيرة للنسب الإجغال إن شاء الله بإذن الله طبعا إحنا عايزين نعرف بقى هل الموسم ده والحجوزات زادة في الشتاء عشان خاطر الحرب الروسية الأوكرانية دي بتايقلي هتأثر علينا في موضوع السياحة ده بحيث أن الناس هتبقى بتتجه لنا أكتر عشان الغياز وعشان المشاكل الكتيرة اللي احنا كنا بنقولها في الحلقات اللي فاتت فأخبار الأفواج السياحية إيسا نادي طيب إحنا بس لازم نقول الحاجة هو ده عامل من من ضمن العوامل إحنا كنا بنعتمد على أسواق الفترة اللي فاتت أسواق معينة ما تمشي الاعتماد عليها السيزون ده ما تمشي الاعتماد على الأسواق دي بل بالعكس إحنا فتحنا أسواق جديدة وابتدينا نعمل مبادرات كتيرة جدا في أسواق أخرى فده ساعد بشكل كبير على تغير المفهوم للمقصد السياحي المصري حديث شايف إزاي أهمية تنشيط السياحة الداخلية في مصر وإنه إزاي كمان السياحة الداخلية هتساعدنا في دعم يعني السياحة الخارجية كمان وإزاي تأثر على الاقتصاد طيب لازم نقول بس إن إحنا لازم نعتمد على السياحة الداخلية بنسبة كبيرة لأن إحنا في وقت الأزمات اللي كانت موجودة زي أزمة كوفيد وزي الأزمات اللي بعد تلاحقت بعد الثورة كانت الاعتماد بالشكل كبير جدا على السياحة الداخلية في مصر الاهتمام بالسياحة الداخلية إحنا عندنا منتجات كثيرة جدا وإشكال وأنماط كثيرة جدا للسياحة في مصر إحنا مش مخليين نسبة جيرة للسياحة الداخلية فيها يعني إحنا بنعتمد بنسبة أكبر على اسكندرية شرم الغرداء المدن الشاطئية بالنسبة للسياحة الداخلية بس عندنا مثلا منطقة زي منطقة الفيوم منطقة زي الأسر وأسوان إحنا معظم المصريين بيروحوا لأسر وأسوان في أجازة نص السنة نيجي في الصيف نقول لا ده إحنا اسكندرية وشرم أو الغرداء طيب ما فيه مرس عالم فيه حلايب وشلاتين فيه سفاجة فيه فكل ده مش معروف للمصريين بشكل أكبر فإن شاء الله هيتحط على الخريطة السيحية خلال الفترة اللي جايب إذن الله طيب إحنا الأوضاع عندنا في السياحة أفضل كتير بس إيه لعناصر اللي لازم تكون موجودة عندنا عشان نحافظ على سياحة مستدامة يبقى طول السيزن عندنا سياحة طول فصل الشتاء أو فصل الصيف عندنا في كل الأماكن سياحة الطيران الطيران طيران ما شمعنا بقى إحنا مفتقدين خطوط طيران لبعض الدول اللي مفروض تتحطى على الأجندة السياحية زي إيه؟ زي الإكوادور، شيلي، برازيل الدول ديت إحنا مفروض أن نحن نبتدي نشتغل معهم لأسواق المشكلة أن الطيران والسياحة وجهن لعملة واحدة فطول ما في طيران يعني إحنا مثلا الفترة اللي فاتت الأسبوعين اللي فاتوا في الغرداء الطيران الشرطر حقق طفرة كبيرة جدا لعودة السيحة الألمانية والسيحة الإيطالية للغرداء وشرب فإحنا لازم نعتمد خلال الفترة الجاية على الطيران ويكون بشكل مباشر من الدول أو شراكة مع الطيران للدول ديت من ضمن كمان أنواع السياحة، سياحة المؤتمرات والمعارض تأثيرها علينا عمل إزاي؟ وخصوصا أن إحنا مش بنسمع عنها دايما يعني مش من الحاجات اللي دايما معروفة أو مسموعة عنها فممكن تكلمنا عنها أكتر طبعا الفترة اللي فاتت القائدات السياسية اهتمت بالمؤتمرات في مصر وحطتها على يعني إحنا في مصر عندنا مثلا خمس ست مؤتمرات عالمية حصلت في مصر خلال الفترة اللي فاتت فده بشكل كبير جدا ساعد على عودة سياحة المؤتمرات والمهرجانات كان عندنا من فترة قريبة مؤتمر الشباب وعبليه كان عندنا المهرجان الملتقة الدولي للتراسور في الكلور وليسا عندنا مؤتمر كم مناخ المؤتمر كمت المناخ وعندنا حاليا شغال مؤتمر المياه فكل دوت بيساعد على وجود وفود جاية لحضور المؤتمر وفي نفس الوقت هي بتشوف مصر بمنظور تاني خالص مع سياحة المؤتمرات طب أستاذ محمد حكي خبير سياحي أكيد عندك دايما في دماغك كده خطة بتقول لو عملنا كذا هنطور جدا السياحة في مصر وهنميها ايه الحاجات اللي من وجهة نظرك لو عملناها هتطور السياحة وتنميها حاليا في الوقت الراهن حاليا المفتقدين هم محتاجين ان احنا نعملها الاعتماد بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا والحجوزات عن طريق المواقع الالكترونية لأن معظم الناس أو احنا كمان كمصريين ما بناش بنعتمد على الصحف أو بنعتمد على شركات تستطيع مبادرات زي كامتو ايجبت وحاجات لطيفة المبادرة شيء وان انا اخش حضرتك انت لو جتي دلوقتي في الوقت الراهن بنسبة الاعتماد على الموبايل والسوشيال ميديا بتشكل اكتر وقت حضرتك بتعدي فيه على السوشيال ميديا فلو حقيقي عايزة تشوفي اي داتا او اي معلومة او اي حجز من خلال الانترنت فحضرتك مش هتنزلي مكتب عشان تشوفي الحجز بكام بتخشي على الانترنت على طول عايزة تعرفي اي معلومة سياحية بتخشي عن طريق الانترنت احنا مفتقدين ده بمنتهى الامانة عشان نكون سرحة مع نفسنا احنا مفتقدينه اتمنى من القائمين على السياحة في مصر عمل مواقع بشكل اكبر للقطاع السياحي دخول اماكن سياحية خلال الفترة اللي جاي على الاجنتة السياحية يعني مثلا احنا منطية زي منطية الوحات دي يعني جنة في مصر بس محدش مش مدرج على الاجنتة السياحية المينيا مش مدرج على الاجنتة السياحية احنا اعتمدنا الكل في مصر على النماطين من انماط السياحة اللي هي السياحة الشاطئية وسياحة الثقافية بل بالعكس مصر كل انماط واشكال القطاع السياحي موجودة فيها يعني من اي سياحة ديناية موجودة في مصر السياحة الشاطئية موجودة في مصر السياحة الثقافية موجودة في مصر اي نمط وشكل من اشكال السياحة موجودة في مصر طب احنا من فترة سمعنا على السوشيل ميديا كده انه في رحلات لأفواج جاية من انجلترال انجليز انه الفرد هيبقى بستة الاف جنيه او تمنونية سترليني ما يقارب يعني للغردقة مثلا لمدة اسبوع فهل الاركام دي حقيقية ولا ده احنا بنقوله مثلا لتشجيع السياحة الانجليز ان هم ييجوا وهل لو دي حقيقية ليه السياحة الداخلية ما تستفدش بيها طيب انا عايز اقوله حقيقة على حاجة مش كل اللي احنا بنقرأه مظبوط طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت مصر احنا بنتمنى ان هي تكون من اغلى ديستينيشن موجودة في العالم لان احنا فعلا اغلى ديستينيشن موجودة في العالم بس احنا مشكلتنا ان خلال الازمات اللي فاتت ابتدينا ننزل القست بتاع الاقامة لعدة اسباب عشان يعني المصاريف اللي موجودة في المنتجات السياحية اللي عمالها كل الكلام ده فاحنا الفترة اللي جاية ده كان قرار من معالي وزير السياحة السابق برفع الاقامة لأسعار معينة ما تنزلش عنها فده ساعة بشكل كبير ان مصر تاني ترجع لمعدلات الطبيعية بقى كي بيغير الكاتيجوري يعني بيغير كاتيجوري الناس كمان او كاتيجوري السياحة لا عايز اقول الحقيق على حاجة احنا بس احنا معتمدنا لخلال الفترة اللي فاتت على اسواق بشكل معين يعني احنا اعتمدنا بشكل كبير على اسواق سوء او سوئين للسياحة في مصر المنظور ده اختلف خلال الفترة اللي فاتت لان احنا دلوقتي ما بنعتمدش على الاسواق دي بعينها احنا بنعتمد على اسواق اخرى وكان دليل بسيط جدا أن منطقة زي منطقة الغرداء كانت بتعتمد على السوق اللي احنا كنا مهتمدين عليه النهاردة السوق الألماني طاقة على السوق اللي احنا كنا مهتمدين عليه السوق الروسي بمنطقة الأمانة طب لو هنروح للسياحة العلاجية مؤخرا مصر بقت مهتمة بالموضوع ده وبين بنشوف عدد من السياح والزوار وحتى المصريين يبتدوا يلتفتوا نحية السياحة العلاجية فقلنا دلوقتي ايه أفضل الأماكن اللي احنا ممكن نروحها بالنسبة للسياحة العلاجية فيه فرق بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية قلنا بقى الفرق بين دي وبين دي السياحة العلاجية هم ثلاثة أماكن موجودين في مصر للسياحة العلاجية اللي هي منطقة سفاجة والوحات البحرية والدفن في الرمال دي بالنسبة للسياحة العلاجية يعني احنا عندنا احنا الدولة الوحيدة اللي بتعالج من الصدفية احنا الدولة الوحيدة اللي بتعالج من الروماتيزم من خلال الابار ومن خلال العيون الكابريتية ومن خلال الدفن في الرمال السياحة الاستشفائية هي عبارة عن ان انا بجري عمليات معينة محتاج جو جاف ان انا اكون موجود فيه ودي بتبتدي من اول سيوة لغاية الوحات الدخلة يعني ايه بجري عملية معينة يعني مثلا انا اجريت عملية مثلا في العظام بره فما ينفعش ان انا اقعد في اي مكان لازم اقعد في مكان جاف فالمكان الجاف في مصر بيبدأ من سيوة والوحات الدخلة والوحات الخارجة فديه سياحة استشفائية بالزبط عندنا مثلا في سينا السياحة الاستشفائية عشان الجو احنا خلال الفترة اللي فاتت بمنطقة الامانة احنا ما كناش مهتمدين على السياحة العلاجية خالص في مصر ابتدينا تتحط الفترة اللي فاتت السياحة العلاجية والامراض وابتدينا نقول مصر ان نقدر نعالج ايه احنا الدولة الوحيدة على فكرة اللي نعالج من الصدفة بالاضافة كمان احنا الدولة الوحيدة اللي فيها حج الجيولوجيين على مستوى العالم يعني الدولة الوحيدة اللي حج الجيولوجيين على مستوى العالم فيها هي مصر طب برضو إحنا سمعنا قبل كده عن السياحة الخضراء يعني دايما بنسمع المصطلح ده لو تفهمنا أكتر إيه هي سياحة الخضراء وكمان أماكنها في مصر بصي هو الاهتمام العودة للطبيعة خلال الفترة اللي فاتت منظمة السياحة العالمية قالت إن إحنا لازم نرجع تاني للطبيعة أنت حضرتك مثلا في فنادق في مصر أنت ما تقدرش تشتغلي الموبايل بتاعك ما فيهش كهرباء العودة للطبيعة أن أنت ترجعي براحتك لنفصل عن العالم بالزبط لأن أنت جاي تقدي أجازة فالأجازة ده أنت عايزة تفضي ذهنك عايزة تستمتعب بالوقت اللي هتقضيه في مصر فابتدأ اتجاه العالم مش مصر بس للسياحة الخضراء طيب لو إحنا هنقول بقى لو هنسميها سياحة شتوية اسم يعني مجازا الفترة اللي جاي يكون فيه أعياد كمان شهرين بقى كويسنس ونيويير والنس بتحب تسافر لو مش هسافروا بورا مصر وهتشجحهم أنهم يسافروا جوه مصر إيه الأماكن اللي هتبقى حلوة جدا ولطيفة جدا وجواها كويس في الوقت ده للمصريين هيكون منطقة زي منطقة رسدر منطقة زي منطقة العيني السقنة ده بالنسبة لأربعم القاهرة اللي هو صور أسوان مرسع عالم الوحاة أنا بتمنى أن المصريين كلهم يزوروا الوحاة الداخلة والخارجة ويشوفوا جمالها دي أقرب أماكن للمصريين إن هم يزوروها في الأعياد وفي الموسم الشهد صحيح بنشكرك جدا الخبير السياحي الأستاذ محمد كارم طيب أستاذ مشاهدين هنخرج لفاصل أنا أرجع لكم تاني مع تاني فقراتنا النهاردة وما تروحوش فاحب